اشتركوا في القناة ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسعادة رئيس هيئة أركان القوات البرية الباكستانية والوفد المرافق له مشيدا معاليه بعمق علاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تطويرها على مختلف الأصعدة خاصة بما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة ولواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين ولواء الركن بحري أنور عبدالله جاسم الجودر مدير الصيانة والتزويد الفني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر